لما تلاعت أعلنت موقفك أنه ضد شبهة الإسناد بغزة بوقتها اليوم بتقول كين ما وقفة على حق إذا حرب بتخسرنا السيد شو برأيك أنت شو برأيك أنت فيه جبل أزيل شو بيكون أكيد أكيد ربح الحرب لا يوازي خسارة السيد بكل صراحة بقلك بدك أكتر من هك مش هلق إذا ربحنا الحرب لا توازي خسارة السيد لو ما خسارة السيد كله يعني السياق مقبول هايدي بالحرب هك بيصير بس بتقلك إنه خسارته عادية أنت بدك تعرفي إنه السيد هو جبل كان كان كل الناس يعني ما أصلا بيك تقتنعي إنه مات يعني أصلا بمبد مقتنع بصراحة بقلك بنتظروا أوقات بقول بلكي دقوا الشباب قالوا لنا في شي ما هو عاد بلكي مش عب تركب معي اسمع بعد إنه أرقلا يرحم وكذا ما عبركب ما عبركب ما عبركب معي في علاقة شخصية كتير عنوية على فكرة كتير كانوا يتشكوا علي معنا قلتلك كتير كانوا يتشكوا علي هو قل لي هو قل لي يعني أوقات في هاو دي عب تشكوا هاو عب تشكوا يقلون هو وقام ما حدا يتعطمها بوقتها قال يعني كان ينقل عن سيد نصر الله لأنه وقام وهاب لما ما حدا ونحن كحزب الله بالمحكم الدولي كلنا كلنا خفضوا روسكم لطمروا هاي دي الموجة طلع وقام وهاب لو وحده حارب المحكم اليوم لو السيد على قيد الحياة كنت أخذت المواقف اللي عم تخذها لا 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 طبعا ما كنت أخذه المواقف لا أنا ما أخذ شو المواقف أخذ أنه موضوع الحرب لأنه الي ما كنت حتكون بهالحدية عم بتقل لهم تعبنا ما عم بتقل لهم يعني عمني لأنه الحرب الأول من أول جمعتين ثلاثة شهرين حسيت التفوق الإسرائيلي التقني من هون خفت مننا القصة خفت مننا القصة ورودتني كتير أفكار عفكرة منا فكرة إغتيال السيد واتحدث أنا والشباب يقولوا لي لا ما فيوني وصلوا له عرفت كير هيكي ما بعرف لاش كان عندي شعور هالوجه مش خير هالقصة مع أني بحرب 2006 من أول يوم حسمت رح نربح رغم أنه كان ممكن تقل لك أنه هيدا التغيير بين حتى مرة فلاطل عند الرئيس عوني قاعد درش أنا وياه فهو قال لي قال لي هالمرة ما رح نربح كما كان مقتنع هو كان أي حتى كان بلغ الحزب قالوا أنا خيفين عليكم من هالحرب بكير بكير هو قال لي من قبل يعني بس بلشتين إلى شهر شهرين قالك ما رح نربح الحرب قال لي هالمرة لا مقتنع أنه ما رح نربح الحرب ولا بتقول لا ممكن ننتصر هلق هلق عندي صار قناعة أنه الإسرائيلي ما رح يربح الحرب لقلك لاي لو نتنياهو بعد استشهاد السيد طلع وقال أنا أو أو استشهاد يحيى الصنوار أنه أنا خلص يعني حققت أهدافي وكذا يمكن كان قدر قطفها الآن عنده شغلتين ما رح يقدر يعمله نهني استرداد الرهائن والقضاء على حزب الله ما هيقدر يعملون هول هدفين كبر حجره ما رح ينجح خلص استوعب الحزب ضربة استشهاد السيد أعاد منظومة القيادة والسيطرة بدل بالجنوب كان الحسابات أنه الضياع الأمامية بتصمد أربع خمسة ما كانوا يفلوا منها الشبيبة استشهد أغلبهم أولاد الضياع بس بعد لحد دلق ما أخذ ضايعه والشغل الثاني يهمل نتنياهو يهمل العمل السياسي مع العمل الأمني والعسكري إذا ما ربح بالسياسي ما فيه يربح أمن وعسكر يعني إيجا يقل لك متى تسليم السلاح كيف بده يسليم السلاح عنده مئة ألف مقاتل حزب الله طيب راح ألفين بدي أفطرد معك راح ألفين ورايح ألفين ده حد هلأ الأرعام صح من وقت البيجرز رايح ألفين شهيد طيب وراح عشرين ألف طيب وثمانين وين طيب ثلاث أربع عمليين اللي بالعراق وبإيران وبكستان وبأفغان اللي بيتطوعوا له الحزب طبعا الحزب رافي دي فتح هذا الخط هلأ لأنه منه محشور ما اعتبر حاله بشريا ورجع أعاد كل وضع والأهم من هايك قرار الإمام الخامنئ إنه أعمار شو ما كلف أهلا حتعمر إيران الحزب هلأ بتصدقي إذا بقلك أنا الحزب ما هو عشرة مليار هلأ لأعمار هلأ هلأ موجودين يعني بكرة تخلص حرب عشرة مليار موجودة تاني يوم أكتر لأنه في القطري حسب ما قال الإيراني وعد الإيراني يدفع خمسة الإمام الخامنئ مفتوحة ممكن تكلف عشرين عشرين هلأ دع إيراني الاقتصادي مني هلأ موجودين معهم بري خبريك شغلي الإمام الرضى لحاله بفتله بالسنة ميتين مليار هلأ اقتصادي الإيراني بطبيعته اقتصادي يعني هو بيشتغل مثلا لثلاثين سنة موازنته هيك بفكر بس الإمام الرضى لحاله اللي بتجي للحزب منه الأموال أصلا بيقدش من الدولة عنده مليارات بالسنة العتابات المقدسة بالعراق موضوع الأعمار انسي بس الأهم من هيك إنه يقد قرار الإمام الخامنئ ممنوع هزيمة حزب الله شو ما كلف الأمر بس ياخد هيك قرار هو فيه هذا القرار يصمت فيه سنوات بتقليلي طيب بكرة توفى الإمام الخامنئ بقليك بكتفهميهم بكتفوتي لعندهم هايدي الولاية مسألة لا تنتهي بوفاة الأشخاص مثل ما إنه ما تنتهي بالسيد حسن القصة ولكن نحن فيه شخصية تعودنا علىها 32 سنة جبل صامي تقاعد بتفوتي لعندي دو أنت ملبكي بتظهري مرتاحة بيعطيكي معنويات قد ما بديك يعطيكي يعني أنا أثبتت بعد إغتيال السيد من هيك بلشت هيكي ورا بعد تقول لا الرد بدي يكون بمستوى الإغتيال إذا ما رديت أنا ركتب عشر تيام صعبين أنا اعتبرت أنه أنه استشاد السيد رح يزلزل المنطقة ما رح تصير الحرب شوارع طهران هني ما بيفكروا هاك بيعتبروا أنه بيعتبروا أنه هذا الاستشهاد هو وسام للسيد وهو هاك بيفكر كان السيد وهني بيعتبروا أنه الأهم أن تبقى الولاية أو دولة الولاية إذا بقيت دولة الولاية كل بي خير ها الموضوع من هيك التفكير مختلف تنفح من الناس يعني نحنا من هيك من هيك ما بينهزموا ما بينهزموا عندهم مئات الألاف بتفكيرها كبرك تزميهم مين اللي رجع هيك قعد معك روّقك من بعد اختيال السيد ما شفت حدا ولا حدا شفت محمد رضا شيباني ايه السفير شيباني اول شي هو صديقي من الالفين وستة بحرب كموز كنا سوا وبس بلشت الحرب بسوريا كنا سوا وبسوريا صار شغلة أنا بغيت سنين فكر فيها بعدين لا عبقله أنا سعاد السفير صاروا صاروا بالشام لمسلحين خلي لا تخاف لا تخاف السيد معنا قلوا مين السيد افكرت السيد الخامنئي قال لي السيد حسن شو بدوا يعمل السيد حسن يعني وحزب الله بسوريا وإذا معنا يعني شو فيهم يعملوا بسوريا هاي سوريا بحد تذكرته فيها بعدين قلت له أول شي قلت يعني شو بيحكي هالزلم يعني للوهلي الأولى تذكرت فيها لتقل له هالمرة أنا خفت لأنه السيد بطل معنا قلت له نفس يعني شي من هالحكي ديك المرة وحكينا قعدنا وحكينا كتير وكانت طبعا يعني 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 شرح لي موقف الرئيس الإيراني وكذا إنه ليش حكي هيك طبعا تفهمته الرئيس الإيراني بتفهم الدولة عندها عادة عدة تخطوط هذي قارة إيران منا يعني دولة عادية قارة كبيرة وبالأخير بدت تفهم هي والأمريكان ضمن مصالحها ومصالح يعني مصالح بدوا يصير فيه تقاسم مصالح بالمنطقة بس أهم شي إنه لن يتخلوا عن المقاومة لن يتخلوا عن حزب الله لن يتخلوا عن الساحة اللبنانية والسورية سيقاتلوا طبعا لمنع قيام الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه الشرق الأوسط نتنياهو وأنا أعتقد بأنه بالصبر وعض الأصابع ما بيعرفوا يقولوا آخا سنة 2 3 10 15 ما بيعرفوا بس ما بتعتبر أنهم عم بحاربوا باللبنانيين متما البعض بيقول أنه ما رح يقولوا آخ لأنه الوجوع مش عندهم الدمار والحرب باللبنان واللي عم يستشهدوا هن اللبنانيين مش باللبنان انتبهي هذه الحرب أطلق يحيى الصنوار بعد ما أصبح كل العالم العربي مستسلم بموضوع فلسطين بعد ما شاهف أنه يمكن كله الوضع العربي والفلسطيني بوضع بائس أطلق هذه الحرب أنت رأيك ضميريا حدا بحجم حسن نصر الله فيه تفرج باك حرب إذا أنت محله تتفرج هو كان عم يدعوه أساسا أنه يتدخل كان عم بيقلوله هلأ فيه موضوع الضمير والشعور البسألي عطول لحنا الناس أنت مثلا لما تروحي ععزي بالضايعة مش عبتكوني بتفكري بيومك الأخير أنه أنت عبتروحي كمان تنس تحمل فيك بيومك الأخير طب هي عم مستوى بسيط عبقلك أنا مأتم بضايعة طب هذا الموضوع عبتصير قدامه رأيك أنت ممكن حسن نصر الله يوقف على جنب بين الحق والباطل بين مثلا بين فلسطين وبين إسرائيل يعني ما فيك تجبري يوقف على جنب ما فيك ما فيك حتى تحكي معه بهذا الموضوع طيب اليوم الإيراني ما فتح الإيراني الإيراني لا يفتح حروب نسيه الموضوع نسيه نسيه جزء من عقيدته الإيراني طامح للتطور في المنطقة وليس للحروب هلأ قني عب يمنعوه طبعا لأنه الإيراني عب يحاول يعمل صينه المنطقة هنه بقلوا لتعمل تصدير ثورة وبيتهموه بأنه هو اللي سبب الفوض في المنطقة هو بالأخير هو بالأخير في عنده هذه النظرية اللي هي ولاية الفقه وفيه إلى أتباعه مثل ما الفاتيكون له أتباعه مثل ما مكي إلى أتباعه مثل ما هو كهرباء بالنواوي السلمي مش حق لإلى تعمل تصنيع بالنواوي السلمي حق لإلى هذا عرفت كي وهو فيه محاولة لمنعه ترجمة نانسي قنقر